السؤال التاني بيقول ما هو حكم الدين في اني رفع قضية الطلاق على جوزي لا حاولها لا قوة إلا بالله بسبب ترضو لي من البيت على أدفع الأسباب ويسيبني بالشهور الزوجة هنا بتتكلم على مسألة اني هي عندها ضرر بيحصلها بتسأل بتقول انا والله رحت أطلب من الطلاق طلبة الطلاق من جوزي ما فما رضيش ليه لأننا واقع عليها أزا الأزا اللي هي بتوصفه انه دايما بترضها من البيت ويسيبها بالشهور عند أهلها أو بر البيت ودوات بيسبب لها ضرر لأن هي بر بيتي الزوجية لأنه هو من حقوقها السكنة فهي شايفة فهي اللي بيحصل لها مش شايفة اللي بيحصل لها على حد كلامها أن هي بتفقد حق من حقوقها وهي السكنة لأن المفروض على الزوج السكنة والنفقة وكمان وهو طريضة ممكن كمان ما بيكونش بينفق إليها فأجمع عليها ظلمين ظلم عدم اسكنها في نفس البيت اللي هو بيسكن فيه اللي هو بيتي الزوجية أمر التاني بكمان بيمنعها من حقها في النفقة طب ودوات يوجب لها؟ يوجب لها؟ لا مش يوجب لها يبيح لها أن هي تطلب الطلاق؟ نعم ده ضرر طب هلأ كده تبقى آثمة؟ لا تكون آثمة بس أنا برجح لها أن هي تطلق؟ لا قبل ما يروح الناس للمأزون أنا عندي خطوات في خطوات ثلاث خطوات قبل الذهاب للمأزون أول حاجة الحوار نتكلم مع بعض أنا خلاص خلاص صدفات وانت بتقولي لي هلا يبقى حرام عليها لو طلبت الطلاق إذا وقع عليها ضرر الجواب لا هو المرأة اللي يقع عليها اللعن ويقع عليها الإقاب هي المرأة التي تطلب طلاقها من غير إيه؟ مبأس يعني بغير سبب طلقني كده مزاجي بيقول لي كده آه لا دي آثمة دي الظالمة وكذلك الزوج اللي يطلق زوجته بلا سبب يكونوا ظالما أيضا والظلم من أكبر الكباء طيب وهيدخل فيه إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول ده الحكم أنا بقولك تعملي إيه بقى؟ أي حد قبل ما يروح للطلاق عندنا لازم نعرف أن ده مواجب شرع يعني قبل ما نروح للطلاق أستوفي الحاجات دي أول حاجة الكلام وده اللي حصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفنا السيدة عيشة تكلموا يبقى أول حاجة إيه؟ الحوار والكلام ليه؟ عشان كل واحد يمشي عشان واحد يقيم الحجة لكن أنا لو كانت ليه حاجة عند أحد أول حاجة عاملة إيه؟ أول حاجة هروح أكلمه هكلمه عشان إيه؟ عشان نزيل ما بيننا ومش حضرت النبي قال وخيروه ما الذي يبدأ بالسلام يبقى الحوار حاجة تانية إيه هي؟ الاتيان بحكم زي ما حضرت النبي عمل كده لما اختلف مع السيدة عائشة أتى بحكم من أهلها فأتى بمين؟ أتى بسيدنا أبو بكر يبقى تاني حاجة نجيب العقلاء والحكماء ودي الخطوة تانية الخطوة التالتة قال وكده خلاص لا لا إيه اللي حاصل؟ لازم يبقى فيه عمر ثالث إن احن ننزل بالخبراء نحاول الإصلاح بيننا عن طريق الخبراء وهو ده الشيء الحسن إن احنا حتى في المحاكمة عندنا بيبقى فيه لجنة للإصلاح طب إيه اللي حاصل؟ لو حصل كده يتفضلوا عندنا في مركز الإشارات الزواجي ونتكلم عشان نضيف إلى مسألة الخلافات حلول بعد التحليل يبقى الحلول ومن وجهات نظر متعددة وجهات نظر شرعية وكمان نفسية وكمان للتطور الحياتي ساعتا بأعمالنا اللي عنهنا لذلك أنا نصحتي إن حضرك تعملي كده فإذا كنت استوفيتي ده لا معلكيش أي إثن إن ننتظر طلبي الطلاق للضرر موسيقى